بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي طلابي وحبايبي طلاب مدرسة عشتار الصف الرابع الابتدائي مادتنا هي مادة العلوم إن شاء الله راح نكمل دارسنا وان ما توقفنا إحنا أخذنا نسويها ستذكرة سريعة للدرس السابق اللي شرحناه جزيناه لكم إن شاء الله استفاديتوا وإن شاء الله قريتوا حضرتوا كان موضوعنا هو الآلات البسيطة مثل ما تتذكرون نذكرون ياكم سوى تعريف الآلة البسيطة هي أداة تساعد على إنجاز العمل بطريقة أسهل وأخذنا عدة أنواع من هذه الآلات منها العتلة والعجلة والمحور والسطح المائل والبكرة وأخذنا كل نوع وشنو نستفاد منه وشنو فائدته وشنو تعريفه وإن شاء الله اليوم راح نكمل وياكم دارسنا ناخد درس جديد اللي هو درس الصوت وخصائصه ويايا ماما حبايبي قلكم أريد تركيز وأريد همة عالية ونكمل دروسنا مثل ما تشلنا نشرح بصطف أريدكم تركيزون ويايا وتكونون مصحصحين ويايا وكل كلمة أحتيها تركيزون ويايا وتحفظوها زين حبايبي بدرسنا اليوم راح ناخذ عدة مفاهيم وعدة أشياء لازم احنا نتعرف عليها سأتعلم في هذا الدرس أن الأصوات متنوعة وتحدث نتيجة اهتزاز الأجسام للأصوات خصائص محددة الأصوات لها أهمية في حياة الكائنات الحية ولاحظ وأتسائل أسمع أصوات مختلفة كثيرة ومتنوعة كيف يحدث الصوت؟ هنا نسائلنا سؤال كيف يحدث الصوت؟ انجابة من ما تعلمنا أنه نتيجة اهتزاز الأجسام إذن يحدث الصوت نتيجة اهتزاز الأجسام أقرأ وأتعلم الفكرة الرئيسية الصوت شكل من أشكال الطاقة زين احنا عدنا عدة أشكال من الطاقة فالصوت أحد أنواع هذه الطاقة بس راح تكون شنو؟ طاقة سمعية يعني احنا الصوت نسمعه مصحيح نسمعه لو نشوف الصوت شو تقولون؟ نسمع لو نشوفه للصوت لا أكيد كنا نسمع الصوت زين نتيجة شنو راح يحدث الصوت؟ يحدث نتيجة اهتزاز الأجسام كيف يحدث الصوت؟ هنا هنطرح لنا سؤال أخذنا بداية الفيديو كيف يحدث الصوت؟ يلا كلكم جاوبوني شون يحدث الصوت؟ أحسنتم يحدث نتيجة اهتزاز الأجسام إذن كيف يحدث الصوت؟ يحدث نتيجة اهتزاز الأجسام إذن هذا إجابة سؤالنا كيف يحدث الصوت؟ نتيجة اهتزاز الأجسام زين احنا كنا خلنا نتخيل خلنغمض عيننا آنوا وياكم ونتخيل أصوات ش نسمع مرات احنا من نغمض عيوني؟ تخيلوا هسا أنه احنا قاعدين فتحة ديقة وغمضت عيني أرد أسمع الأصوات ش دا أسمع؟ نسمع صوت عصافير نسمع صوت الهواء صوت أوراق الأشجار مصحيح؟ صوت الناس أصوات حركة السيارات مصحيح؟ أصوات الأطفال الموجودين دا يلعبون مو كل هاي أصوات احنا نسمعها زين هاي الأصوات كلها احنا سمعناها أصوات مختلفة تحدث نتيجة اهتزاز الأجسام زين احنا مرات حتى مو شرط انو احنا طالعين بره ودنسمع صوت حتى بالبيت مو نسمع صوت دقات الجرس جرس الساعة او اي صوت صوت التلفاز صوت الألعاب مو حبايبي كل هاي الأصوات نسمعها او اي صوت صوت التلفاز صوت الألعاب مو حبايبي كل هاي الأصوات نسمعها هاي أصوات مختلفة تحدث نتيجة اهتزاز الأجسام حتى مرات بالليل من دار ريد النام ممكن نغمض عيوننا أكيد نسمع أصوات صوت حيوانات صوت الرياح أصوات مختلفة نسمعها كلها هي طاقة كل صوت نسمعها هو شكل من أشكال الطاقة زي أنا أريد أعرف تعريف الصوت شنو الصوت أريد أعرف تعريفه أريد حفظه في التعريف أو منطوق أنا أريد حفظه إلى للصوت إذن الصوت شكل من أشكال الطاقة الذي أسمعه يحدث نتيجة اهتزاز الأجسام إذن الصوت شكل من أشكال الطاقة الذي أسمعه إذن الصوت طاقة بس أسمعها الذي أسمعه يحدث نتيجة اهتزاز الأجسام مثل منه هاي الأصوات اللي إحنا نسمعها ولي هسا ضربنا عليها مثل عدنا هواية أمثلة على الأصوات مثل ما يقلنا مثل صوت دقات دقات جرس الساعة بعد مثل منه قلني مثل أصوات سقزقت العصافير مثل صوت الناس مثل صوت وسائل النقل مثل السيارات بعد مثل منه مثل أصوات الحيوانات أمثلة كثيرة عدنا على الأصوات أمثلة كثيرة حبايبي عدنا على الأصوات صوت التلفاز كل هذه الأشياء تصدر أصوات مختلفة تحدث نتيجة اهتزاز الأجسام نكمل عزيزي الطالب عندما أضع أصابعي على حنجرتي وأتكلم بصوت مسموع أشعر أن شيئا ما يهتز تحت أصابعي فصوت الإنسان يصدر عن الحنجرة إذن ما مصدر الصوت في الإنسان إحنا من نتكلم من يصدر صوتنا من الحنجرة زين وين هي موقعها الحنجرة تندلوها موقعها مثل ما مرسومة هنانا ويا هذا الشكل هاي الصورة نتبهويا هنا أنا مكانها في رقبة الإنسان موجودة في رقبة الإنسان هزا إحنا كنا خلينا نمثل هاي الصورة ضعوا أصابعكم على حنجرتكم وتكلموا بصوت مسموع إجدت حسون نشعر أن شيء يهتز تحت أصابعنا مصحيح؟ هذا الشيء ذاته يهتز تحت الأصابع هي طيتان موجودتان في الحنجرة تدعى الحبال الصوتية وهي التي بدورها تهتز في إثناء الكلام فتولد الصوت إذن إحنا صوت الإنسان من يتكلم من يصدر من طيتان موجودة في الحنجرة الحنجرة وين موقعها؟ مثل ما موجودة هنانا بالصورة في الرقبة هاي الأصوات نتيجة اهتزاز هذه الحبال الصوتية يتولد الصوت إذن الحبال الصوتية شنو تعريفها؟ إذن الحبال الصوتية شنو تعريفها؟ طيتان وين موجودة؟ موجودة في حنجرة الإنسان والتي بدورها تهتز في إثناء الكلام فيتولد الصوت إذن هذا التعريف مهم أحفظ الأوتار الصوتية هي طيتان موجودة في الحنجرة حنجرة الإنسان تهتز إثناء الكلام فيتولد الصوت حبايبي لهنانا نختم درسنا أريدكم تتباعون هذا الفيديو تشاهدونه بتركيز عالي تحفظون التعريف الموجودة المهمة اللي ذكرناها والأمثلة عن الأصوات وإن شاء الله نكمل درسنا في الفيديو القادم في درسنا القادم إن شاء الله تعالى أتمنى تكونون بصحة وبعافية وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر